نروح للبشرة الجفة بقى البشرة الجفة طبعا زي ما قلنا البشرة الجفة طبعا فيها مشاكل جتيرة جدا ان هي البشرة اهم حاجة سمكة الجلد في ناس بشرتها جفة بيبقى الجلد عندها اللي هو الجلد السميك وفي ناس بشرتها جفة بيبقى الجلد اللي هو الرفيع طبعا اسوأ انواع البشرة واللي بتعرض لمشاكل جتير اللي الناس بيبقى بشرتها جفة وفي نفس الوقت الجلد بيبقى رفيع جدا نتيجة نمسيك الجلد تشعر أنه رفايا زي الورقة. طبعاً دي بتبقى سريعة السبغات. سريعة النية للتشوقات. بيحصل فيها التجايد المبكرة. طيب. حنقول وصفة سريعة تمشي لكل أنواع البشرة الجافة. رقم واحد الملطبات العالية. وبقطرة وباستمرار. إيه الملطبات العالية؟ من أحلى الملطبات العالية. يعني عندك مثلا موضوع الزبدة الفلاحة الصفرة. اللي هي أو البيضة. اللي هي الطبيعية. اللي هي المش مصنعة. أوكي. عاوز أقولك أن دي مجرد للناس اللي بشرة جافة قوي. أن تعم مش حاولك كل يوم. يعني حتى لو كل مرة كل يومين ثلاثة. حتة زبدة عادية وادن بالوش. كإنني بدن كريم بالزبط. أنا رازمي يا دكتور. يعني حضرتك كطيب جدا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ أكيد أنت عارف ليه؟ طبعاً. يعني دكتور وبيقول وصفات طبيعية. يعني كده فيه شغل. كده اللي عيد هتقف عند حدريتك. بصي حاولك على حاجة. أصلي حالتي. اللي ما بيجي لك مرضى بتقولوهم على وصفات دي. أنا للأسف مرضى بيجي لي مرضى من قطر ما هم عندهم هوسوا وحبين يستخدموا الحاجات الطبيعية. بس للأسف بيستخدموا حاجات غلط. أو بتوصف لهم وصفات غلط. من حاجات بابتاخد معي يوتيوب. ملاش مصدر أي حد بنزل أي حاجة. بيقول لاش نعلموا المشاكل اللي حصلت. فابتدينا نزل من الحاجات الطبيعية إلى حاجات طبيعية. فيه حاجات جميلة جدا. وحرام إن احنا نخبي جمالها ومفعولها. اللي هو ممكن أحسن من كلمات كتير. حدريتك بتميل للطبيع أكتر من الحاجات الإيهة اللي مصنعة؟ ده بصي حاولك الحاجة. لا حاولك إن دا يغني عن ده ولا دا يغني عن ده. هم كله بيكمل بعض. يا دكتور أنا فيه مرهم شهير طبعا مش شهير فحقول اسمه. تمام. هو مضاد حيوي. أنا دا ما بيتشالش من شنط أي حاجة نروح قطين المرهم دا. فبزرط فمسلا المضادات الحيوية دي مثلا إنتي قصرتي نقطة مهمة جدا. المضادات الحيوية دي بقى الحاجة الوحيدة لأقولك ملاش بديل طبيعي. يعني ممكن بديل عامل مساعد فيه عشاب تطهر لكن تبقى بديل لحاجة محتاجة مضادة حيوي. لا طبعا لازم بس علي تستخدم كريم مضادة حيوي. ففيه حاجات كده فاشكريم من ده. طيب كده احنا قلنا البشرة الجفة. اه قلنا موضوع الزبدة ده كمرطب هيل جدا طبعا الزيوت الطبيعية من أحلى الزيوت اللي تستخدم في الترتيب للبشرة زيت الزيتون وزيت اللوز. زيت اللوز الحلو. اه زيت اللوز الحلو. ده هيل. وبالزيت اللي أنا عمالتنه ميكس مع بعض. أنا 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 مجربة زيت اللوز الحلو ده راهيب. ومن الحاجات الحلوة جدا لتفتيح الهدى السودة حول العين. ده حقيقي أنا مخطفها تحت العين.